الحقيقة ان احنا لما بنشوف الفنانين وهم بيلعبوا الادوار السلمائية بنحس ان الناس دي بتتكلم بجد وده امر حقيقي وامر واقعي وبنصدق ان هم فعلا شخصيتهم كده ولكن لما بنيرى السيارة الذاتية بتاعتهم بنلاقي ان حياتهم عكس تماما ما السلمة بتصور زي مثلا اللي احنا نتكلم عنه النهاردة الفنان يحيا شهين اللي عمل دور سي السيد في الثلاثية الرائعة لنجيب محفوظ وصدقناه وهو بيقهر النساء وبيعمل مراته امينة بمنتهى القسوة اعتقدنا ان يحيا شهين ممكن يكون بالفعل هو ده نفس الشخص اللي على الشاشة هو بنفس طبيعته كده وبنفس طريقته ولكن ما نتوقعش ابدا ان الحياة الحقيقية قهرتها امرأة يحيا شهين مولود سنة 1917 لأسرة بسيطة مكونة من عدد من الافراد الوالد بيشتغل والام ربط منزل ويحيا من وهو صغير بيحب التمثيل لما دخل المدرسة في بداية حياته كان حب التمثيل طاغي عليه ونفسه يمثل بأي شكل من الاشكال وبالفعل انضم للفرقة المسرحية بتاعة المدرسة وابتدى يشارك في الأعمال المسرحية اللي بتعملها الفرقة ولحد ما وصل ان هو بقى رئيس الفرقة بتاعة المسرح واضح كده ان الظروف المش كويسة للعيلة بتاعته استمرت لفترة طويلة واثرت عليه بشكل أو بآخر دخل مدرسة صناعية وخرج بدبلوم قسم نسيج واشتغل في شركة للغزل والنسيج الحقيقة برغم ان هو اختار الطريق بتاعه ان هو بقى يشتغل ويكون نفسه ويبحث عن زوجه ويشوف بقى حياته زيه زي اي شاب وقتها ولكن برغم ان هو فعلا خد الطريق ده ولكن كان نفسه ان هو في يوم من الايام يبقى ممثل ويعني يكون لي حظ في التمثيل وكان مقتنع بموهبته جدا ونفسه ان هو يعني يخليها بشكل حقيقي وبالفعل بدأ يشترك في الفرق المسرحية لحد ما شافه بشارة وكيم وتنبأ له بمستقبل بهر جدا في موضوع التمثيل ده ونصح ان هو ينضم لعدد من الفرق المسرحية ويعني يزكى عند بعض الناس وبالفعل راح يحيى شاهين اشتغل في بعض الفرق المسرحية ولكن ما لقاش نفسه قوي كان بيلعب ادوار ثانوية ومش مبسوط قوي بالموضوع ده لحد ما سمع ان فاطمة رشدي اللي عم لعقة في المسرح بتدور على وجوه جديدة وبتنشئ فرقة مسرحية وانا كنت عملت فيديو عن فاطمة رشدي لازم تشوفه من فضلك هيطلع هنا فوق في الاي بالاضافة اللي انا حسبه لك في الوصف تقدر تشوفه بس بعد ما تخلص الفيديو ده راح وتقدم بالفعل للفرقة المسرحية بتاعت فاطمة رشدي وعمل مشهد فاطمة رشدي حبت جدا تمثيل يحيى شاهين وتنبأت ان الولد ده هيكون حد كويس في التمثيل وخلته الفتى الاول للفرقة المسرحية بتاعتها لان الفتى الاول بتاعها سابها وراح الفرقة القومية للمسرح وكانت من غير فتى اول في الفرقة بتاعتها فقررت ان هي تخلي يحيى شاهين هو الفتى الاول وبالفعل على مدار السنين كان يحيى شاهين هو الفتى الاول في مسرح فاطمة رشدي وعمل ادوار كتيرة جدا في المسرح ولعلمكم وقتها المسرح هو كان الامر الدارج لان ما كانش لسه فيه سلمة ويمكن السلمة بدأت تلم الناس بتاعت الفرقة المسرحية اللي احنا عارفينهم لحد النهاردة زي محمود المليجس مع الياسين وعدد كبير جدا او كل الفنانين اللي احنا شفناهم على السلمة في تلاتينات القرن الماضي اول فيلم دخل ويحيى شاهين هو فيلم دانا نير مع ام كلسوم وعمل دور صغير وقتها ولكن ام كلسوم لما شفته حست ان الولد ده كويس وحييجي منه بسبب ان يحيى شاهين كان الملامح بتاعته صارمة وكان يعني رياضي البنياء بعكس الفنانين وقتها ما كانش لسه في حد نفس الستايل بتاع يحيى شاهين عمل الدور الصغير ده ويمكن يكون الناس معرفتوش وقتها ولكن يعني ام كلسوم عرفته ودي كانت فتحة خير عليه ولما جاهم يعملوا تاني فيلم لام كلسوم كان اسمه سلامة كان المفروض ان حسين صدقي هو اللي يلعب الدور البطولة قدام ام كلسوم ولكن هو اعتذر لسبب ما انا كنت عملت فيديو برضو عن حسين صدقي هتلعلكه في الاي وحاسبهلكه تحت في الوصف ام كلسوم قالت للمخرج وقتها او لجهة الانتاج يعني طب ما تشوفوا الولد اللي اسمه يحيى شاهين حيلعب الدور كويس بدل حسين صدقي وبالفعل الانتاج والاخراج اقتنعوا بالدور يكون مناسب بالنسبة ليحيى شاهين وجابوه علشان يعمل الدور ده ام كلسوم وقتها كانت طبعا نجمة عظيمة وكبيرة والحد النهاردة هي نجمة عظيمة وكبيرة ويحيى شاهين كان لسه شاب في بداية حياته طبعا بطبيعة الحال شاب صغير يقف قدام القامة ام كلسوم ويلعب دور البطولة قدامها اكيد هو امر مرعب بالنسبة لأي حد لسه بادئ تمثيل فام كلسوم استشعرت الامر ده وحست فعلا ان الولد ده محتاج بعض للدعم يعني علشان يقدر يقف قدامها ويمثل بطلاقة وقتها عزمته على الاكل جوه البلاتو وقعده ياكله ويدردشه شوية علشان تكسر الحاجز اللي ممكن يكون بينها وبين الممثل الجديد يحيى شاهين وعرفت منه ان الانتاج مضى معاه على البطولة بقيمة 150 جنيه يعني اجره في الفيلم حيكون 150 جنيه وقتها غضبت جدا ام كلسوم ان لم يتم مساواة يحيى شاهين بحسين صدقي واصرت ان يتم رفع اجر يحيى شاهين ل600 جنيه وده كان نفس الاجر اللي بياخده النجم حسين صدقي وقتها وطبعا ده اكيد رفع معنوياته من 150 جنيه ل600 جنيه ده يرفع معنويات العفريد ذات نفسه يعني طبعا مثل الفيلم والناس عرفته وحبوه وبدأ ينطلق في السلمة طبعا هنا اتفتحت ابواب النجمية ليحيى شاهين والناس عرفته بعد ما وقف مع ام كلسوم وعمل ادوار كتيرة خلينا اقول لكم على الادوار اللي عملها يحيى شاهين لو انتو حبين ان انتو تتفرجوا على اعماله الفنية وطبعا ده غير الاعمال بتاعت او الثلاثية بتاعت نجيب محفوظ الشهيرة اللي اكيد ان انتو كلكم عارفينها والجملة الشهيرة بتاعت بضاعة اتلفها الهوى عمل يحيى شاهين حاجات كتير منها لا انام رجل وامرأتان واجعلوني مجرما وشيء من الخوف شيء من العذاب بجانب حاجات كتير وادوار كتير يمكن يكون عمل على مداره الطريق الفني بتاعه حوالي 100 فيلم وكانت الاكثر شغلانة بيشتغلها هي السينما بعكس المسرح وبعكس التلفزيون هو ركز مع السلمة نيجي بقى لمأساة في حياة يحيى شاهين لما افقدته امرأة اعز ما يملك الحقيقة ان يحيى شاهين كان قرر انه هو يتجوز وهو عمره كبير وكان بيدور على سيدة تناسب طبيعة شغله وطبيعة حياته وصفاته ولما دور اتعرف على سيدة مجرية سنة 1909 وخمسين كانت مطلقة ولديها طفلين او لديها طفلتين او كان لديها عيلين مع مرور الوقت خلف من السيدة المجرية طفلتين ولكن بعد ست سنوات من الجواز ما بينهم شاف ان فيه اختلاف طباع ما بينه وما بينها ومش هيقدر يكمل حياته معاها يمكن بسبب ان هي ثقافتها غير الثقافة العربية او مشاكل بسبب الطباع والسيدة المجرية دي قررت ان هي تنفصل عنه وبالفعل انفصلت وحرمته من ابناءه اعز ما يملك وسفرت على المجر وان لنهاية حياته مقدرش ان هو يوصل لبنتينه ولا يشوفهم ولا يحضنهم ولا ياخد باله منهم ولا يعرف عنهم اي حاجة خالص ولا هم يعرفوه والحقيقة ان الامر ده دخله في حالة اكتئاب رهيبة لسنوات عديدة يمكن استمرت سنتين تلاتة لحد ما في يوم من الايام الناس اللي حوالينا صحوه ان هو لازم يكمل حياته ويبدأ من جديد وبالفعل بعد سنتين رشحوله سيدة تدعى مشير عبد المنعم وخلف منها بنته داليا ودي اعتبر البنت الوحيدة اللي احنا نعرف عنها حاجة لحد النهاردة وهي اللي فضلت جنب والدها اما بالنسبة لنهاية حياته فنهاية حياته غريبة جدا ويمكن اللي انا هقوله لكو ده موجود في بعض المصادر الصحفية تقدروا ان انتوا تطلعوا عليه في يوم من الايام اتصل بيه صديق من اصدقائه اللي هو ما بيشوفهوش بقاله كتير وقال له ان هو حلم بيه ناس متجمعة كتير وبيقولوا ان النبي سليمان واقف مع الناس دي ولما قرب صديقه اللي بيحلم من الجمعة ده ملقاش سيدنا سليمان ولكن شاف يحيا شهين الحلم ده ما كانش ليه تفسير عند الصديق ولا كان ليه تفسير عند يحيا شهين علشان كده اتصل بالشيخ الشعراوي والشيخ الشعراوي طمنه وقال له طلامة ان الحلم ده فيه سيدنا سليمان يبقى تطمن اكيد الرؤية دي خير من الغريب ان تاني يوم بالضبط اتوفى يحيا شهين بلا مقدمات وبلا ازباب عن عمر 74 سنة وده كان سنة 1994 اتوفى يحيا شهين ولكن سرته لسه موجودة افلامه لسه موجودة نقدر نشوفها ونستمتع بيها واحنا بنشوف الفيديو ده كمان ندعيله بالرحمة ولو شفناه في اي عمل فني كمان ندعيله بالرحمة شكرا لكم اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلام